اشتركوا في القناة سعادة السيد احمد سلمان لمسلم ورئيس نادي سماهيج سعادة السيد محمد ابراهيم حسن وعدد من اعضاء الناديين واشهد سموه بالجهود الكبيرة التي يبذلها نادي الحد ونادي سماهيج لخدمة الرياضة بالمملكة من خلال اقامة الانشطة والفعاليات الرياضية المختلفة وتشجيع الناشئة والشباب على ممارسة الرياضة واحتضانهم بالفرق الرياضية بالناديين والمشاركة الفاعلة في المسابقات المحلية وقد استمع سمو الشيخ خالد بن حمد الى عرض موجز من رئيسي الناديين حول خطط وبرامج الناديين للمرحلة المقبلة منوها سموه بما تحمله الرؤية المستقبلية من نهضة تنموية شاملة تسهم في تقدم الرياضة وتدفعها نحو إحراز المزيد من النجاحات التي تضاف لسلسلة النجاحات التي حققتها من جهتهما قدم رئيسي الناديين الشكر والتقدير الى سمو الشيخ خالد بن حمد على تفضله بزيارة ناديين مؤكدين ان هذه الزيارة تعكس حرص واهتمام سموه بتعزيز التواصل الميداني وتفقد احتياجات الاندية الوطنية من اجل تطويرها معاهدين سموه على المضي قدما نحو المواصلة في العمل لتحقيق كل ما من شأنه رفعة وزدها الرياضة